يسير الإسماعيلي بخطة سابتة نحو تكوين فريق قوي للمنافسة على البطولات وعوجدة أمجاد الدرويش ولكن يظهر في الصورة الحقود إهاب جلال ليدخل في صفقة صالح جمعة الذي طلب الرحيل عن نادي سيراميكا كلوباترا ولو لا حب أسرة صالح جمعة للدرويش لتغير اتجاه صالح جمعة إلى المصري الذي يمول صفقاته كامل أبو علي صاحب المال الوفير وفجؤنا بطلب المصري شراء نجم الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي بمبلغ يفوق المبلغ الذي قدمه الزمالك بعشرة ملايين جنيه لإفراغ الإسماعيلي من نجومه ويعاني كل عام ونتوسل لإهاب جلال المنقذ الذي يستخدم طلب الإسماعيلي لرفع قيمته التسوقية في سوء المدربين إنه يسعى لخراب الإسماعيلي لمصلحته الشخصية مثل ما فعل مع الإسماعيلي الموسم الماضي وأفرغه من أفضل نجومه المتمسكين به وهم الروج فخر الدين بن يوسف والباكي الشمال حسين السيد ولاعب خط الوسط وصنع الألعاب محمد صادق إنه مخرب الإسماعيلي وليس منقذه ويجب حزف إيهاب جلال من قموس تدريب الإسماعيلي ولا نسعى للتعاقد معه إنه المخادع الأكبر لجمهور الدرويش الذي أحبه وهو لا يستاهل هذا الحب إن الجمهور البرصعيدي حبيب جمهور الدرويش وسلامات سلامات سلامات جمهور المصري والإسماعيل إخوات إنه هتاف أثر بقوة في جمهور الدرويش والجمهور البرصعيدي ليظل الحب بين الجمهورين مهما ضارت الأحداث ترجمة نانسي قنقر